موسيقى نسل خير أمسية جديدة من أهلا والعنوين هي البداية بديل التدخين شركة سعودية تتوسع في السوق وتساؤلات حول جدوى البدائل ومأمونيتها مهنة المحامة ما مستقبلها بعد النظام الجديد وهل سنشهد زيادة في عدد المكاتب بعد الانفصال أفكار وتطبيقات لحماية الأبناء وضمان استقرار موسيقى حياكم الله بحضور الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي نقشت اللجنة الوزرية السعودية الفرنسية بشأن تطوير محافظة العلع وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صدر أن الاجتماع المذكور سيتيح إقامة محصلة للشراكة الفريدة من نوعها بين فرنسا والمملكة العربية السعودية من أجل تطوير منطقة العلع والنظر في أفاق التعاون المستقبلية موسيقى أقامت وزارة الإعلام السعودية أمسية بعنوان الإعلام السعودي الصيني في العاصمة الصينية بكين بهدف تعزيز الشراكة الإعلامية بين البلدين مثل هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي والإعلامي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في السعودية والصين تفاصيل هذه الأمسية نشاهدها في هذا التقليل موسيقى 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 وصلت قوافل الإغاثية سعودية جديدة إلى شمال قطاع غزة محملة بالحقائب اليوائية التي تشمل مسلزمات أساسية لدعم الأسر الفلسطينية النازحة تأتي هذه القوافل ضمن سلسلة من المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود استطاع الضبط نحو 20 ألف مخالفا في مناطق المملكة وكشفت تفاصيل وزارة الداخلية عن أن إجمال الذين ضبطتهم الحملات في أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ أكثر من 1401 شخص منهم 39% يمنيو الجنسية و60% أثيوبيو الجنسية و1% من جنسيات أخرى فيما ضبطت في الوقت ذاته 98 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية دشنا مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي خدمة محفظة لوحة المركبات الرقمية عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر وأوضح الفريق البسامي أن تجشين خدمات محفظة لوحة المركبات الرقمية يأتي بدعم ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وامتدادا لجهود الأمن العام في الإسلام في التحول الرقمي لخدمات وزارة الداخلية عبر تسخير أحدث التقنيات والاستفادة من الممكنات للحديث حول هذا الموضوع ينضم عن عبر الهاتف العقيد منصور شكرة المتحدث الرسمي لدارة العامة للمرور مساء الخير عقيد منصور الله يمسيك بالخير ومسي عليك والسيدات والسادة المشاهدين أهلاً وصحيح أبغى منك تفاصيل أكثر يمكن عن هذه الخدمة الجديدة التي تم تجشينها خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية تحدثنا عنها أكثر لو سمحك خدمة محفظة لوحات المركبات الرقمية هي خدمة تقدمها الإدارة العامة للمرور المستفيدين لإدارة لوحات المركبات من قبل ملاكها من خلال محفظة رقمية مرتبطة بحساباتهم عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية أبشر من المستفيدين من الخدمة؟ من تستهدفون بهذه الخدمة؟ وش نوع اللوحات التي تظهر في المحفظة؟ يستفيد من هذه الخدمة ملاك اللوحات التي تم شرائها عبر المزاد الإلكتروني للوحات المميزة وبالنسبة للوحات التي تظهر عبر المحفظة الرقمية هي اللوحات المملوكة للأفراد وغير مسجلة على مركبات سواء كان نوع اللوحة الخصوصي أو نقل خاص أو دراجة آلية هل في حد للوحات التي يمتلكها مثلا الشخص في المحفظة الرقمية؟ لا يشترط أولا لا يشترط بالنسبة للوحات المشترى عبر المزاد الإلكتروني لا يشترط تسجيل اللوحة على مركبة ويمكن أيضا الاحتفاظ بها في المحفظة الرقمية كما يمكن أيضا الاحتفاظ باللوحة في المحفظة الرقمية بدون مدة محددة هل يشمل هذا عقيد منصور اللي يشترون اللوحات من أشخاص آخرين بعد إسقاطها عن مركبة أخرى؟ بالنسبة للمرحلة الأولية لهذه الخدمة هي ستتم على اللوحات المشترى عبر المزاد الإلكتروني للوحات وبالنسبة لهذه ستكون إن شاء الله في مرحلة أخرى بالله قريبا طيب عقيد منصور لو شخص اليوم جاء مثلا نروج اللوحة معينة وقال إنها اللوحة يملكها في محفظته هل فيه وثيقة تثبت إنه هذا الشخص يملك هذه اللوحة؟ صحيح اللوحات اللي يتم شراءها ويمتلكها الشخص في محفظتها الرقمية يستطيع أن يأخذ وثيقة عليها عبروا حسابه في منصة أبشر جميل أشكرك جزيلا الشكر شكرا جزيلا لك العقيد منصور شكرا المتحدث الرسمي لإدارة العامة للمرور بعد الفاصل حياكم الله من جديد في ظل تطور المنتجات البديلة للتدخين يثير منتجات ديزرت جدلا واسعا هل يمكن أن يكون الحل الأمثل لابتعادي عن التدخين التقليدي أم أن هناك مخاطر غير مكتشفة وما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام للحصول على أقصى قدر من الفائدة في هذه الفقرة نتحدث عن شركة بدائل وعن هذا المنتج مع طيفنا في الأستوديو لأستاذ فهد الغشيان المدير التنفيذي لسلاسل المدات في شركة بدائل رمبك أستاذ فهد شكرا لقبول الدعوة حضرت معنا اليوم بها شكرا لك خلينا نبدأ يمكن نعرف الناس بشكل أكثر دقة بشركة بدائل وأهداف الشركة بالبداية ممتاز شركة بدائل طبعا أحد شركات صندوق الاستثمارات العامة أسستة التي تكون أحد روافد تحقيق مستوى جودة حياة أفضل للمواطن السعودي عن طريق توفير بدائل ذات جودة عالية وممتكرة تساعد الناس لإقلاع التدخين هدفها الاستراتيجي الأول هو استهداف ما يقارب مليون مدخن بعام حدول عام 2028 وأيضا إضافة الهداف الرؤية الأخرى من مثل ما ذكرنا طبعا هذا يستوجب تحسين جودة الحياة أيضا أكون أحد روافد تنويع مصادر الدخل ونقل تقنية لأخ المملكة وتوطين صناعة وزيادة معدد قوى العاملة السعودية إلى آخر طيب خلينا أوقف يمكن عن تلبية الطلب المتزايد على المنتجات أنتم طرحت المنتج كم لها الآن في الأسواد؟ تقريبا سنة ونص سنة ونص من سنة ونص تقريبا فيه طلب عالي وفيه معروض ما يحاكي الطلب وفيه زيادة يعني زيادة الطلب قاعدة تستمر يوم عن يوم ويبدو أنه قابل إيطة الناس له تحديدا المدخنين عالية اليوم كيف رح تتعاملهم مع هالطلب المتزايد اليوم في الشركة؟ وش نقاط البيع اللي نتوقع عنها تكون موجودة مستقبلة؟ اللي ذكرته صحيح 100% وهذا هو التحدي اللي نواجهه بشكل رئيسي في بدائل أنه الحمد لله المنتج نجح وتوسعت قاعدة العملة والمستخدمين بشكل كبير من البداية وواكبها وشفنا الشيء هذا ولمسناه من أول ثلاثة أو أربعة شهور والشركة قامت بإجراءات كثيرة الأهمها طبعا تركيز على زيادة الإنتاج لواكب الطلب لكن كل ما زاد الإنتاج ما شاء الله زاد الطلب أكثر بحكم انتشار المنتج ودائما الناس لما تتجيه النصيحة من مجرب صديق أو قريب فتعطيه مستقية أكثر فصار في انتشار كبير للمستخدمين وزدنا الإنتاج وهذا هو الشيء الرئيسي اللي قادر أنه يواكب الطلب عشان بس أعطي الأستاذ المشاهدين فكرة إحنا اللي أنتجناه في ثاني شهر في بدائل من بدينا الإنتاج شهر كامل الآن ننتجه في يوم ومع ذلك ما شاء الله الطلب ما زال يفوق بمراحل كم بالنسبة كم يعني الزيادة؟ من بداية السنة زادت تكلم عن 200% تقريبا من بداية السنة زادت ثلاثة ضعاف حوالي 200% قدرتنا الإنتاجية من أول ما بدينا أكثر من 10 ضعاف ومع ذلك ما زال طلب متزايد طبعا ممكن أحد يسأل سؤال منطقي ومشروع أنه طيب يا أخي ليش ما تزيد الإنتاج على طول ومشي المشكلة؟ الجواب بسيط جدا إحنا زي ما قلت في البداية هدفنا نقدم منتجات عالية الجودة عشان تقدم منتج على الجودة كل شيء يدخل في المنتج لازم يكون بمستوى معين وهمها خطوط الإنتاج خطوط الإنتاج لمثل هذه المنتجات ما هي موجودة جاهزة تطلبها تجيك بعد سبعين أو ثلاثة لازم تطلبها وتصنع حسب الطلب بالتالي الخط الواحد يحتاجه تقريبا سنة عشان يوصل فتخيل أنه بعد قبل سنة تقريبا مثلا لو طلبنا خط كان مفروض يوصل اليوم فهذا أيضا شكل تحدي كبير لكن الحمد لله بفضل دعم الشركة مجلس دارة الشركة ودارتها قدرنا أن نختصر كثير من الأشياء هذه وزدنا وعلننا عن افتتاح أو توسيع الإنتاج في جدة قبل شهرين والآن إن شاء الله الفترة الجاية وهذا اللي يهم أعتقد الناس فيه أيضا توسعات جاية قريبا بحيث أن نقدر نرفع ضعف الإنتاجية الحالية خلال كم شهر وبعدين مستمرين من إذن الله في 2025 الحديث عن الطلب صراحة سيد فهد يقول السؤال مهم جدا اليوم هل فيه سوق سودا المنتج ديزرت والسوق السودا هذه هل هي محدودة بنطاقة المملكة ومدن المملكة ولا خارج الحدود طبعا في أي حالة يكون في عندك طلب أعلى من المتوفر هذا فيه ناس كثير تستغل الموضوع يخلق فجوة يخليهم يستغلونها نعم يستغلونها تجاريا هذا يداما يصير في كل مكان وحصل بعد زيادة التحدي هذا لما بدأ لكن قمنا بإجراءات كثيرة هدفها توفير المنتج للمستخدم الحقيقي لديزرت من أهمها مثلا الآن في توثيق عن طريق نفاذ للشخص اللي يبغي يشترك أو يبغي يطلب عن طريق الموقع الإلكتروني طبعا إحنا باختصار عندنا قناتين رئيسية للبيع نقاط البيع وهو الريسيل وفي عندنا الموقع الإلكتروني للشراء مباشر من الشركة كلها الآن نستخدم فيها نفاذ والهدف وطبعا نفاذ ناس كثير تعتقد أنه فقط للإجراءات الحكومية وكذا لا نفاذ خدمة لكنها مكلفة لكن احنا في بدائل كان همنا الأساسي أنه المستخدم الحقيقي هو اللي يصل للمنتج وليس من اللي عنده وسيط ولا أحد آخر فهذه أحد الإجراءات وهمها طبعا احنا عندنا فرق موجودة على أرض في السوق تتأكد من أنه إجراءات هذه تطبق أنه العملاء وقدر الإمكان يطلون يأخذون المنتج بطريقة سهلة زدنا طبعا كنا حطين علبتين كل يومين أنا كنت بس ألك عن الحد اللي يمكن أن يقدر طلبه لهذا هدفها أنه الجميع يقدر يستفيد من المنتج لأنه لو فتحنا استخدام عادل استخدام العادل هذه الآن زدناها الثلاث بدين صارت الآن خمس كل خمس أيام فهذه إن شاء الله رح تخفف عن الناس يعني الآن كل شخص له بالخمس أيام خمس علابة خمس علابة خمس علابة يعني إنما تشتري اليوم السيستم يحسب لك خمس أيام بعدها مباشرة تقدر تشتري مرة ثانية أي يعني بالشهر عشرين تقريبا عشرين خمسة في ثلاثين أي ثلاثين خمسة في ستة أو خمسة في خمسة خمسة وعشرين لو جينا بيمكن تتكلم عن دزلت وانا برجع النقطة مهمة جدا ذكرتك قبل شوية عن قصة المدخلات في الصناعة واحتياجكم منكم اليوم تستولدون جزء كلمنا أكثر عن المدخلات اليوم في هذه الصناعة وش حجم المحتوى المحلي منها اليوم هل في نية توطينها خلال الفترة الجاية وخلال كم احنا الحمد لله سوينا أكثر من خطوة وطننا فيها بعض الأشياء يعني أعطيك المثال لما بدينا المنتج كانت طبعا المكون الرئيسي للمنتج البودرة حق تنوكتين اللي هي داخل الكيس هذه هذه كنا نستوردها من خارج لما بدينا مباشرة قمنا بنقل التقنية إلى داخل المملكة والآن صارت تصنع بشكل تقريبا من نسبة 90% في مصانعنا داخل المملكة وإن شاء الله مع بداية السنة رح تكون 100% فهذا هو المكون الرئيسي مع بداية السنة مع بداية 2025 رح تكون 100% البودرة نيكتين نفسها رح تصنع 100% في مصانعنا عندنا احنا خطط طويلة المدى وأكبر من كذا ونطمح أنه حتى مواد الأولية اللي تستخدم في البودرة نفسها نبدأ في توطينها عندنا الآن خطة تستمر على مدى إن شاء الله ثلاث سنوات أو أكثر أنه نفس المواد الأساسية اللي تدخل في البودرة أيضاً حاول نوطنها وتصنع داخل المملكة عن طريق شراكات استراتيجية وويرة بحيث أنه نسبة المحتوى المحلي في المنتج تتجاوز إن شاء الله 60% خليني نروح للمنتج نفسه البعض يقول إنه منتج الدزيرت يعني هو تمباك أو يشبه التمباك لكنه تمباك لابس كرة فتة أو هذا الوصف اللي يجوز للبعض أنه يسمي هل هذا صحيح؟ هل صحيح أنه اليوم المضاريف هذه اللي تؤخذ كبديل للدخان هي تمباكة قبل شوية تكلمت عن التفاصيل أنا بس أوضحها للناس أكثر بالعكس سؤال جداً ممتاز زي ما قلت المحتوى الأظرف هو بسيط جداً هو عبارة عن نوكوتين وهذا طبعاً المكون الرئيسي النوكوتين بدرجة صيدلانية نقاوة 99% اللي هو نفس اللي يستخدم في الأدوية اللي فيها نوكوتين هذا الفكرة من درجة صيدلانية فهو نفس اللي يستخدمون شركات الأدوية لما يصنعون بدائل الطبية التحديد للفلو يعني أقرب ماذا أي فهذا المكون الرئيسي الباقي المكونات هي مكونات تستخدم في أغذية كثير وتستخدم في مصرحة للاستخدام في الأغذية من المحليات من اللي يسمونها مثبتات فهو خالم التبق فالنقطة الرئيسية لما قارنة بأي منتج فيه تبق أول شيء نخالي من التبق ما فيه تبق نهائيا هذا أهم شيء ثانيا نقاوة اللي فيه وجودة المواد المستخدمة فيه هي يسمونها فود جريد اللي هي تستخدم في الأغذية وفي الأدوية فبالتالي من ناحية يعني جودة المنتج وهذا طبعا موجود في كل كياس النكوتين كياس النكوتين اللي موجودة في العالم يعني ما هي كلها نفس المستوى هذا شو الفرق؟ جودة المواد المستخدمة نحن عندنا يعني نعتمد الستاندرد أو المعايير حق التصنيع الأدوية في تصنيع المنتج هذا من المصانع نفسها من نظام الجودة من تحليل المواد المستوردة والتأكد من سلامتها بعدين إنتاجها بعدين تحليل المنتج نفسه النهائي كل هذه ما يسوونها كل الناس ولا يحرص على أنه يستورد المواد بدرجة معينة منها سواء النكوتين أو غيرها يستورد طبعا والهدف التوفير المنتج موجود من زمان بالأسواق ولا لا هو عالميا عالميا موجود موجود من حوالي خلنا نقول 8-9 سنوات لكن في السويد هو زي ما تقول نسخة أفضل من شيء في السويد يسمونه السنس اللي هو تبغ يحطونه داخل الأكياس هذه نفسها وهذا موجود في السويد من 80-90 سنة قديم وهو قريب جدا يحاكي جدا الأكياس النكوتين لكن جوا بفكرة كاس النكوتين أنها يعتبر أفضل كم يبلغ حجمها الصناعة هذه طبعا هي من 2019 اليوم جالسة ترتفع بشكل كبير جدا فالتحدي الموجود عندنا الآن في المملكة في ديزرط ما هو شيء يعني حالة خاصة أمريكا عندهم نفس القضية عندهم عدد محدود من المنتجات المصرح فيها وعندهم طلب عالي وعندهم مشكلة أو تحدي في موازنة العرض والطلب وحجم السوق كم يبلغ؟ والله ما عندي حصائية لأمانة حديثة لكن اللي أعرف أن الحجم زاد من 2019 اليوم بما يزيد عن 300-400% 300% بالمئة؟ حجم السوق نفسه إلا ما يكون أكثر وعدد المستخدمين تقريبا؟ يعتمد من دولة لدولة مثل ما يعني السويد مثلا بحكم أنه موجود من فترة وهم أصلا ما يميلون للتدخين يميلون للتبغ المنظور مثل ما يقولون فالمنتج هذا موجود عندهم يمكن 300% يمتشر في كل مكان فيه دولة ثانية لا يعتبر حديث زي عندنا في المملكة زي في بريطانيا في أمريكا ما جل على 2020 وطالب معلقة بالاعتبار على الراضي التدخين التقريدي أمراض الريال قال بسرطان هل يمكن القول أنه منتج دزرة اليوم آمن 100%؟ نحن ممكن نقول أنه أقل ضرر من التدخين بنسبة ما يقل عن 90% إلى أكثر من 90% نسبة كبيرة مرة طبعا لأنه طبعا زي ما قلتها أنت أهم أكبر مشكلة في التدخين الاحتراق الدخان سواء التدخين طبعا كلمة عامة تشمل الفيب والمعسل وكل شيء يدخل في الصدر وأغلب أمراض التدخين ناجم عن الرئتين والسرطان وش الطريقة الصحة للاستخدام؟ يعني إحنا يمكن رصدنا كثير من ردود الفعل بعد الاستخدام هل فيه اليوم طريقة سليمة للاستخدام؟ هل فيه طريقة ما يكون فيها أي أثار جانبية على الأسنان أو اللثة؟ هل هو أصلا آمن للثة والأسنان؟ طبعا كل معلوماتنا بمختص بالأمان نأخذها من دراسة سوتها الحكومة السويدية على منتجات السنس هذا اللي تكلمنا عنها والباوتش فهي دراسة من الحكومة ما لها أي وكلها تتكلم عن هل فيها أعراض هل فيها مشاكل ما وجدوا أكياس النكوتين ما وجدوا لها ضرار على اللثة والأسنان السنس التبغ ممكن يكون له تأثيب بحكم أنه تبغ حي لكن لهذه لا ما جهود الشيء الثاني الطريقة السليمة زي ما سألت اللي هي أنه كيس أو ظرف النكوتين يوضع بين اللثة العليا والشفة العليا بس هذه بكل بساطة وش أستخدم وش أبدأ فيها بثلاثة بستة بعشرة إحنا طبعا هي ثلاثة نقطة مهمة إحنا حاولنا في التراكيز اللي نزلناها أن نحاكي التراكيز الموجودة في التدخين أو في السقائر لأنه إحنا هذا اللي نستهدفه فتعرف السقائر تبدأ من واحد واثنين إلى عشرة فإحنا صوينا ثلاثة فئات فالمدخن يعتمد على وش يدخن ومعدل استهلاكه يحاول يروح للتركيز اللي يحاكي السقائر اللي يستخدمها وممكن أنه يبدأ ينزل برضو مع الوقت لأنه هدفنا إحنا ما نبي الناس تستخدم ديزرت للأبد إحنا هدفنا وقلناها دائما نظر ترك التدخين كمحطات لأنه السلوب التقليدي في ترك التدخين كان مفيد إلى حد معين وبعدين ما ده نفع أنك تقول للمدخن أترك هذا يضرك ما نفع أنه نشوف أنه خلها مراحل قلها هذا بديل أفضل أنظف استمر عليه فترة وبعدين أسلم صحيا أسلم صحيا أبدأ شوي شوي أنزل بالتركيز إليما تقدر تترك النكتين وتترك الموضوع هذا أبجي يمكن على الجزية اليوم في جانبين عند الشركة كأهداف في هدف تجاري تسعى لها الشركة تحقيق الأرباح وزيادة معدلات النمو في هدف اليوم صحي ويتقاطع مع كثير من مستهدفات ومرتكزات الرؤية هل لديكم أي أرقام اليوم عن عدد المقلعين عن التدخين أو اللي بدأوا باستخدام بدائل على أقل تقدير نعم عندنا دراسات سويناها في بدائل وجهات أيضا مستقلة ساهمت فيها نتوقع أن عدد الناس اللي تركوا التدخين بسبب دزرت إلى الآن حوالي ثلاثمائة ألف ثلاثمائة ألف خلال سنة خلال سنة ونص نعم طرى رقم كبير جدا وإحنا في البداية اتفاجأنا صراحة في الرقم وتأكدنا وحاولنا أنه يعني نتأكد من مصدقية الدراسة والمعلومات اللي فيها ولكن لما نشوف حياتنا الشخصية يعني أنا أتكلم لك عن نفسي الناس اللي يعرفهم شخصيا اللي يتركوا التدخين بسببتها ما يقلوا عن ستة سبع شخاص مدخنين شريهين فلما تشوف حجم الطلب اللي جالس سير مقارنة باللي إحنا جالسين ننتجه ما هو رقم يعني مستغرب وهدفنا زي ما تكلمنا في البداية هو مليون مدخن وإن شاء الله أنه نوصل لقبل ثمانية وعشرين ونتجاوز الرقم إن شاء الله ثلاثمائة ألف هذولا مستمرين في استخدام ديزرت ولا استخدموا لفترات ونقطعوا منهم سبعين ألف تركوا الديزرت نهائيا تركوها ميتين وثلاثين ألف ما زروا يستخدمونها فيه أرقام أخرى ما تحذرني الآن اللي هم يستخدمون ما زالوا يسمونهم دول يوزج اللي يستخدم يدخن دخان أو الوقت وهذا اللي أيضا إن شاء الله مستقبلا مع الوقت رح يتركون إن شاء الله بعد عام ونص استاذ فهد وش معدلات النمو اللي يتكلم عنها الشركة وين رايحين بعشرين ثلاثين وش الهدف حقكم طبعا هدفنا الأول الآن هو تلبية الطلب بحيث أنه الجميع يقدر يوصل بدون أي تحديات طبعا هذا يتطلب توسعة القدرة الإنتاجية أيضا من أهم أهدافنا زي ما تكلمنا قبل شوي زيادة المحتوى المحلي وزيادة كفاءة كم مستهدف المحتوى المحلي عندكم حاليا يعني الرقم بالضبط صراحة ما هو عندي وكم نستهدف كمحتوى محلي لنساهم فيه نحن هدفنا تنويع مصادر الدخل وهذا هدف الدولة الاستراتيجي وإن شاء الله نحن سنساهم فيه بإذن الله أيضا من هدفنا مستقبلا إن شاء الله التوسع خارج المملكة لكن لا نستطيع نتوسع قبل أن نتأكد من تلبية الحاجة في السوق المحلي نطمح لأنه تجربة ترك التدخين وهدفنا في مكافحة التدخين لا يكون محدود من المملكة يتوسع إلى تكيدا للنقطة اللي يكرر قبل شوي أنتم اليوم منتج ديزرت ما يباع إطلاقا خارج المملكة ما يباع عن طريقنا أبد إطلاقا اليوم عندكم منتج واحد فقط ديزرت نعم هل في نية مستقبلا ليمكن تنويع المنتجات مستويات النيكوتين هل في أي توجه لهالجانب فيه أشياء كثيرة تحت الدراسة ما بعد وصلنا فيها لتوجه نهائي لكن نحن كل شيء جاسين ندرسه بالهدف أن نصل إلى أكبر شريحة ممكنة من الناس ونساعدهم من تركون التدخين سواء التراكيز سواء النكهات نكهات نحن كل فترة إن شاء الله راح تجي فيه نكهات جديدة بالنسبة لتراكيز النكوتين أيضا أن يتم دراستها بحيث أن نحاكي بشكل أدق اللي موجود في السوق من ناحية الدخان وغيره طيب لو نحن نتكلم عن التحديات اللي اليوم موجودة يمكن أن أختمعك فيها وش أكبر تحدي توجهنا اليوم؟ مرة ثانية الطلب المرتفع هذا ما في شكل هذا التحدي الأساسي هذا التحدي الأساسي لكن هذا بإذن الله خلال فترة قريبة سيتم إن شاء الله مواجهة التحدي وإذن الله بيكون متوفر أنا غيرها يعني غيرها التحدي هذا ما نشوفه إن شاء الله فيه تحديات فيه تعاون كبير من كافة الجهات الحكومية سواء في محاربة السوق السوداء وهذا الشيء كان محدود والحمد لله يعني ما عدلتنا نشوفه فالتحدي الأساسي إنه الناس تقدر تحصل على المنتج شكرا جزيلا لك لستفاد لك شيئا المدير التنفيذي رسالها سلم داد في شركة بداية شكرا لكل هذه المعلومات شكرا بعد الفاصل لنعوده حياكم الله من جديد شهدت مهنة المحامة في المملكة تحولات كبيرة في ظل التطورات القانونية الحديثة هذه التغيرات فتحت المجال لفرص وتحديات جديدة للمحامين والمكاتب القانونية مع تأثيرات متوقعة للسوق البحلي والمنافسة مع الجهات الدولية كما تثير هذه التغيرات أسئلة حول العوامل التي ستشكل مستقبل هذه المهنة وكيفية تأثيرها على المحامين بمختلف مستوياتهم أتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع ضيفنا الذي ينضم معنا في الاستوديو الدكتور محمد الجذلاني المحامي والمحكم حياك الله دكتور سعيدين باستضاقتك بأهلا شكرا لكم الله الله حيا خلأ أتكلم بشكل عام يمكن أن نبدأ حديثنا اليوم بسؤال عام بعد كل هالتطورات اليوم والتحديثات التي تمت على الأنظمة وخلافه ما هو مستقبل مهنة المحامات في السعودين بسم الله الرحمن الرحمن حقيقة الموضوع مثل ما ذكرت لك تحت الهواء قبل قليل هذا موضوع كبير جدا يعني ممكن يطرح فيه يعني مؤتمر يناقش فيه مستقبل مهنة المحامات لكن دعنا نثير بعض النقاط الأساسية ويعني أعتقد مهنة المحامات كمهنة من المعروف عند الجميع أنها تعتبر ناشئة حديثة في المملكة سواء تنظيميا نظام المحامات متصدر يعني في وقت قريب جدا مقارنة بالدول التي سبقتنا سواء منها الدول العربية أو الدول الأجنبية في أوروبا وفي أمريكا يعني لما تتكلم عن المحامات في السعودية عمرها ثلاثين سنة فقد تجدها في بعض الدول عمرها مئة سنة وأكثر ومئة وخمسين سنة فهي حديثة في العمر كذلك حديثة كثقافة ثقافة مجتمع ثقافة أعمال يعني ما زلنا إلى اليوم في ناس مثلا قد يعتقد أنه ليس بحاجة لمحامي مثلا أنا كمحامي تردني بعض الاتصالات من أناس عاديين بعدما يخسر القضية ويصدر عليه حكم نهائي ويقع في المشكلة يهرع إلى المحام لأنه كان يعتقد في البداية أن القضية واضحة وبسيطة ولا يحتاج إلى المحام فهي كثقافة وكتنظيم جديدة ولكن تبقى المحامات في المملكة سبقت وإن كانت متأخرة تنظيميا يعني عمرها حديث من ناحية التنظيم وعمرها حديث من ناحية الثقافة إلا أني أعتقد أنها وجدت أرضية خصبة أفضل من الدول التي سبقتنا في التنظيم فاليوم الحمد لله إحنا كدولة نسابق الزمن في التنظيم القانوني وفي التنظيم الحقوقي وثقافة الحقوق وفي ما تقوم بحقيقة وزارة العدل من جهود مشكورة أصبحت محل إشادة دولية في موضوع التقنية وفي موضوع يعني تيسير إجراءات التقاضي على الناس كذلك الدولة بشكل عام وما يحصل فيها من تحديث مذهل حقيقة في القوانين كنا في السابق كثير من الموضوع نتكلم عنها فيها فراغ تنظيمي اليوم أصبح يعني نادر أن تجد شيء معين هناك فراغ تنظيمي لا يوجد تنظيم يحكمه فصدرت الكثير من القوانين الجديدة النوعية مثلا على سبيل المثال نظام المعاملات المدنية هذا يعتبر تحول جذري في الوضع القانوني في المملكة وبعض الأنظمة وهناك أنظمة كانت سابقة وطورت وغيرت بشكل أيضا كبير هذا التحديث والحراك في المملكة وكذلك إذا نظرنا أنه يعني ولله الحمد رؤية المملكة عشرين ثلاثين تقوم عندما تقرأها أنا كأنك قانوني أو كمحامي عندما أستعرض محاور هذه الرؤية أجد في كل بند من بنودها وكل عنصر من عناصرها ما يكون لها علاقة بمهنة المحامات في جميع المحاور أي نشاط وأي مجال تستهدفه الرؤية رؤية المملكة تجده يحتاج مهنة المحامات جاي المهنة نفسها نتكلم عنها المهنة اليوم بعد التنظيم تشوف أن الفرص المتاحة اليوم للخارجين الجدد أفضل من من السابق أفضل وأصعب هي أفضل كثيرا تنوعة المجالات ولكن ما زال الخارجون الجدد يعانون من مشكلة اكتساب الخبرة المحامي الناجح لا يمكن أن ينجح بدون خبرة وعندما أقول خبرة فأنا لا أتكلم وهذه ترى مشكلة كثير من الزملاء المتدربين أو المنخريطين حديثا في مهنة المحامات يعتقدون أن الخبرة هي ما سيكتسب خلال فترة التدريب الذي شرط نظامي للحصول على رخصة المحامات لا ليست هذه الخبرة التي تحقق لها النجاح الخبرة التي تكسبه أو تجعله مؤهل للحصول على الرخصة ليست هي الخبرة التي تجعله مؤهل للنجاح في مهنة المحامات يجب التفريق بين الأمرين يا أخي هناك محامين قد يكون محامي مثلا عنده رخصة وفتح مكتب مستقل ويفشل ينسحب من الميدان أو يضطر إلى أن يذهب إلى وظيفة لأن حصولك على الرخصة لا يعني أنك محامي مؤهل هي اجتياز متطلبات نظامية الخبرة التي أقصدها يجب على من يريد أن ينخرط في مهنة المحامات بأن يدخل في مجالات الخبرة المتنوعة ويختار بدقة وبعناية المجال الذي يريد أن يكتسب الخبرة فيه من المعروف أن مجالات القانون واسعة فقد مثلا تكتسب الخبرة في القانون الجنائي غير التجاري غير المدني غير الأحوال الشخصية غير دعاوة متنوعة كثيرة والعلم كبير جدا وواسع ليش برأيك النظام الجديد حدد أو حصر عمل المحامين بمهنة واحدة وحضر عليهم العمل بالزيادة على عمله كمحام أنه يعمل في جهات حكومية وقطع خاص أولا معالجة جزء من الإشكال التي أشرت إليها أعتقد أنها فتح مجالات لمن لم يجد فرصة بدلا أن يكون شخص مثلا يأخذ فرصتين أو ثلاث فتكون هالفرصتين توزع على شخصين أعتقد هذا من الأسباب وحقيقة لم أطل على هذا الجزء بشكل واسع لكن ما زال هناك كثير من المحاميين مثلا يأتون للمحامات من أعمال بعد أن يكتسب الخبرة مثلا في وظيفة حكومية أو في قطاع خاص بعد أن يجد نفسه أنه مستعد ينسحب منها أو ينتقل إلى المحامات المهنة ربما التخصصات القانونية دكتور في السابق لم تكن أمر مشاع وموجود في السوق عندنا بالسعودية قبل هذه التحديثات التي تفضلت تحدثت عنها ببداية كلامك اليوم وش تنوع التخصصات القانونية متحدث عنها؟ هل نتحدث عن مهنة محامي فقط؟ أم هناك مهن لتخصصات قانونية أخرى برزت بعد هذه التحديثات الأخيرة؟ المحامي عندما نتكلم عن المحامي نحن نتكلم عن ما يندرج تحت نظام المحامات والنظام المحامات يندرج تحته الأعمال المرافعة أمام المحاكم وأعمال الاستشارات القانونية والشرعية فهذه هي التي ينظمها نظام المهنة ويسمى المشتغل بها محاميا فهذه الأعمال يعني هناك أعمال بلا شك غيرها ممكن أن يقوم بها قانونيين ولا ينطبق عليهم نظام المحامات من خلال كينات إما حكومية أو قطاع خاص أو حتى شركات حكومية قد توظف قانونيين لكن لا يكون حاصل على القصة ويقدم أعمال مثلا دراسات أو منها بعض المتابعين للسوق اليوم أو قطاع أو مجال المحامات بشكل عام يرون أن التحديثات التي تمت هي تحديثات ممتازة بل أنها زي ما تفضلت نقلة السعودية ممكن من مرحلة إلى مرحلة بسنوات عدة اختصرت أي تحديثات تقصد تحديثات الأنظمة القوانين السماح للمكاتب المحامات الأجنبية بالعمل كل هذه يرون لها تأثير مباشر اليوم على هذا المجال الذي هو مجال المحامات لكن في الجانب الآخر يرى البعض أنه لا زالت كثير من مكاتب المحامات في السعودية تحتاج وقت وأنه وجود مكاتب المحامات الأجنبية في هذا الوقت قد لا يكون مناسب وأنه ما يخدم المنافسة بشكلها الصريح بل أنه بعضهم ذهبنا أنها سترفع التكاليف أكثر على الموكلين أنفسهم ما رأيه؟ أنا أعتقد أولا قياس نتائج أو آثار هذه التطورات يحتاج إلى حقيقة توفر معلومات كافية وسبر أغوار بعض التفاصيل التي قد تكون عند بعض الجهات المختصة لكن بشكل مبدئي أنا أعتقد أن المشتغلين في مهنة المحامات في السابق مثلاً كان عدد كبير شريحة كبيرة من المحاميين يعملون بنظام فردي مكتب محامي فرد وعدد منهم نسبة قليلة يعملون مثلاً في تحت مضلة شركة محامات اليوم التحديات التي يواجهها هذا القطاع تحتاج إلى أن المحامي الذي يريد أن يتماشى مع المستقبل يجب أن يلتقط هذه التغيرات بسرعة ويتوافق معها أما الشخص الذي يريد أن يعمل كما كان يعمل في السابق في ظل الوضع السابق أعتقد أنه سيواجه التحديات وربما يفشل من ضمن الأشياء التي يجب أن يلتقطها يجب التحول إلى عمل الشراكات بناء شراكات التحول من الفردي إلى المؤسسي وإلى بناء كيانات منظمة أصر قطاع أعمال أقرب ما ليه لقطاعات الأعمال أصبح يدار بطريقة قطاع أعمال وكذلك يجب أن توظيف التقنية توظيف التخصصات الأخرى والاستعانة بهم في النهوض بهذا المكتب أما فيما أشرت ليه في شركات المحامات الأجنبية أنا أجزم هذا الشيء الذي أستطيع أن أجزم بأمرين أن الشركات الأجنبية لا يمكن أن تستغني عن المحامل المحلي ولا يمكن أن تنجح بدونها فهي ستخلق مزيد من الفرص سواء للمحامين الذين يريدون التوظيف كمن عنده خبرة بسيطة ولا يستطيع أن يفتتع مكتب أو قد لا ينجح لو استقل بنفسه فممكن من خلال هذه المكاتب أو الشركات المحامات الكبرى ثانيا بأن هذه الشركات ستساعد في نقل خبرة لا يستهم بها من خبرة شركات محامات عالمية ولذلك السماح لشركات المحامات ليس مفتوح على مصراعي فقط للشركات الكبرى ذات الخبرة وستنقل خبرة قوية جدا أو من خلال هذه الشركات تبني شراكات مع مكاتب محامات قائمة نماذج العمل اليوم موجودة في مكاتب المحامات السعودية المكاتب السعودية نتكلم عنها هل تشوف هل اليوم تتبع خلينا نقول النمط الحديث في دارة هذه المكاتب تشوف هالنوع من الرؤية البعيدة للمحامي اللي عنده مكتب ويديره ويفكر بنموه يكبر عدد موظفيه يضيف تخصصات هل هذا الشي موجود؟ هل احنا اليوم أصلا نستفيد من هذه التخصصات؟ هل العمل مؤسس بشكل دقيق اليوم في مكاتب المحامات وليحتاج الوقت أكثر؟ موجود بشكل قليل جدا والغالب غير موجود وما ذكرت من التحديات والتحديثات والتغيرات التي تحصل ستفرض فرضا على كل من يريد أن ينجح في مجال المحامات أن يجب أن يعدل في وضعه كما ذكرت لك قبل قليل أن يلتقط هذه المتغيرات ويتعامل معها بشكل إيجابي ويستفيد منها لا أن يعتبرها عوائق ضده أو تساهم في فشله بس هذا رجل قانوني كيف نطلب منه اليوم أن يدير عمل أنا ذكرت لك قبل قليل بأن النجاح اليوم في مهنة المحامات يتطلب أولا الانتقال إلى أسلوب الشراكات مجموعة محامين ينضمون فيها كيان واحد اترب الدمج الدمج مهم يعني هو الدمج أو مشاركة وكذلك الاستفادة من التخصصات الأخرى قد أكون أنا محامي كفة لكن إداري فاشل قد لا أستطيع مثلا إدارة فريق عملي في مكتبي قد لا أستطيع التسويق بشكل يليق بالمهنة ولذلك نلاحظ الآن كما تلاحظ ووزارة العدل مشكورة حتى أحيانا تفرض رقابة في هذا مجال بعض من يفهمون التسويق خطأ في مجال محمد قد يقعون في مزالق يرتكبون مخالفات وهو يعتقد أنه يسوق لنفسه محمد فهذا يعني لأنه لم يستفد من متخصص في التسويق وحتى تخصصات التسويق ستستفيد من مجال مهنة المحامات لأنه يجب المسوق الذي يخدم المحامي أن يعرف الحدود التي تحكم التسويق المحامي نعم أرجع النقطة ذكرت قبل شويه هي طلاب القانون أو الطلاب على وجه تخرجوا الطلاب اللي عندهم نية يمكن يدخلون القانون في أي أنواع أو أنظمة القانون يقولون أنه والله هذا المجال متكدس هذا المجال مليان متخصصين نظام القانون التجاري أنظمة أخرى ولا لا فيه اليوم حاجة والسوق يستوعب أولا يعني دعنا نتفق على أنه ليس كل أحد يستطيع النجاح بمجرد أنه درس يعني شخص درس في القانون أو درس في الشريعة لا يعتبر هذا كافيا في أن يصبح يوم اليوم محاميا ناجحا المحامات مهنة صعوبات وتحديات ومهنة ذات طبيعة خاصة تتطلب في من يشتغل فيها أن يكون عنده مهارات معينة وملكات بعض المهارات قد تكون في أصل شخصيته وفي طبيعة شخصيته وبعضها يكتسبها بالخبرة وبالتعامل وبالتدريب مع الوقت هذا أولا ثانيا أعتقد الإنسان المميز عندما يصنع نفسه ويتميز فهو سينجح في أي مجال كان لا يمكن أن نقول أن هناك مجال متكدس والجميع فيه مذلا مستحوذين على جميع الفرص ستكون هناك وأيضا القانون فيه ميزة بأن هناك أرضية واحدة مشتركة لجميع مجالات القانون يجب لمن يريد النجاح في مهنة المحامات أن يتقن الأرضية المشتركة وبعدما يتقن الأرضية المشتركة ينطلق إلى التخصص مثل الطب يعني يبدأ الآن دراسة عدة سنوات في الأرضية الأساسية ثم يتخصص كثير من الإشكالات التي نلاحظها الآن من بعض المنخارطين أو الخريجين الجدد تجده مثلا جالس يأخذ دورة تدريبية مثلا أعلن عن دورة تدريبية في جزئية بسيطة جدا من جزئيات القانون يروح يأخذ الدورة هذه وهو في الأسس ما يعرف الأسس فاقد للأساس مثلا أساس مصادر للالتزام أحكام الأساسية للبيوع أحكام التعاملات الأساسية القواعد التي تحكم هذه التعامل لا يجيدها ثم يروح يأخذك جزئية الصيحة هذا سيفشل ولذلك كلمة جميلة عند علماء أصول الفقه يقولون من حرم الأصول حرم الوصول فيجب أن الإنسان يتقن الأصول الشيء حتى يمكن الوصول ليتمكن من الوصول أخيرا كيف ترى دخول المرأة اليوم لهذا المجال تحديد مجال المعامل دخول المرأة ببعا شك أنها إضافة جيدة لمهنة المحامات ولكن أنا أعتقد من نوجة نظري الشخصية أن التحديات التي تواجهها المرأة قد تكون ضعف التحديات التي يواجهها الرجل مثلي إيش؟ بسبب الظروف الاجتماعية والقيود التي قد تحكم المرأة لأن المرأة اليوم قد تكون خريجة قانون أو شريعة جديدة غدا ترتبط بالأسرة هذه وجهة نظري الشخصية قد تكون مخطئ فقد تكون مثلا ليست حرة في التعامل أو التفاوض أو التواصل مع جميع أنواع العمل وفي جميع الأوقات وفي جميع أنواع القضايا قد تكون مثلا هي جزء من فريق تستعين بالفريق ويستعين بها الفريق ممكن هذا قد يكون أكثر فرصة لنجاحها لكن هي من أشك أنها تكون إضافة والملكات التي توجد عند المرأة توجد عند الرجل والعبرة بالجاد والحريصة على صناعة نفسها شكرا جزيلا لك دكتور محمد الجذلاني المحامي والمحكم لكل هذه المعلومات بعد الفاصل حياكم الله من جديد الطلاق هو تجربة قاسية ليس فقط للزوجين ولكن للأطفال أيضا في ظل التغيرات التي تطرح على حياة الأطفال بعد انفصال والديهم يصبح من الضروري التفكير في كيفية الحفاظ على استقرارهم النفسي والعاطفي كيف يمكن للأباي والأمهات أن يتعاملوا مع هذه المرحلة بطريقة تضمنوا راحة الأبناء وتقللوا من تأثيرات الصراع في هذه الفقرة سنتلولوا كيفية دعم الأطفال بعد الطلاق طرق تعزيز حياتي من نفسية في ظل التحديات العاطفية التي قد يواجهونها تشرب باستضافة لستاذة نوف القنيبة طرق خصائية نفسية للحديث حول هذا الموضوع أهلا بك ساذة نوف شكرا لك قبل الدعوة أهلا وسهلا خلينا نبدأ معكم بشكل عام اليوم مش أهم التحديات يمكن لو بغينا نلخصها أهم التحديات النفسية اللي ممكن تواجه الأبناء بعد انفصال الوالدي طبعا أول تحدي أنا أشوفه حتى كمان ألمسوا عندي في اليادة أن الطفل وين بيسكن وين بيكون وين بيروح كيف التواصل كيف الزيارات وهلا الطفل يحس نفسه بالفعل أنه هو سبب لأنه في بعض الأطفال يقول أنا اللي سويت شي غلط لكذا هم تركوا بعض أنا عملت زعاجي كذا أنا كنت أبكي كثير كذا تركوا بعض القاء اللوم على الطفل نفسه هو بنفسه بنفسه يعني هو يحس أنه أنا المسؤول عن الطلاق أنا اللي سويت أنا شي وعدم استقرار الزيارات وعدم استقرار تعاون بين الأب والأم بعد الانفصال طبعا إحنا دائما نقول الأبغاض الحال عند الله بس ربنا نشرعه والانتهاء للحياة ولكن لازم يكون الانفصال بطريقة جدا حضارية وجدا راقعة عشان خاطر الطفل وخاطر كمان العشرة اللي كنت عايشينها مع بعض أكيد كان فيها أيام حلوة فالجميل في الموضوع أنه يبعد كل من الطرفين باحترام وزين أو شين على قواتنا إيش ممكن يصير يعني وش ممكن وحنا نقولها من باب يعني اليوم النقاش من باب معرفة بالشي إيش ممكن يكون يعني التبعات النفسية اللي يتأثر فيها الطفل مثل إيش مثل التأتأة مثل الله يكرمكم التبول الإرادي الشعور بالخوف نواة الهلع هذه كلها تتصيب الطفل لو كان الانفصال غير جيد هذا بعمر كم الطفل هذا العمر يبدأ من عمر سنتين تعالى تسنين وطالع وطالع إلى فوق إلا مثلا تقول 15-16 سنة 15 سنة إيه لما يكون الارتباط قوي بأحد الأفراد يعني الارتباط بالأم قوي جدا أو بالأب قوي جدا وصير الانفصال بطريقة مثلا عنيفة سيئة ما في تمهيد ما في طريقة مناسبة لشرح الوضع للأطفال وكيفية الحياة هذا للمرحلة الأطفال يتكرم من سنتين الخمسة عشر لكن خلينا نقول بعد خمسة عشر بعد ما يدخل ممكن الطفل مرحلة المراهقة ويدخل حتى بتغيرات في جسده أو فرموناته وفيسيولوجية ويكون عنده مشكلة ثانية بين فصال الوالدين هل تكون التأثيرات النفسية أعنف عليه ولا أقل لا تكون بطريقة ثانية مختلفة طريقة أنه وين بسكن مين بكون طبعا في العمر المراهقة الطفل يحاول مثلا يستفيد من كل الأطراف خلينا واقعين مثلا مين بيدللني أكثر مين بيهتم فيني أكثر مين بيسويدي يلعب من الحبلين مين يلبي احتياجاتي أكثر ومين يعطيني المساحة أكبر من الحرية فبالتالي لازم يكون فيه اتصال بين الأب والأم عشان الطفل هذا ما يميل عن الطريق الصحي وقوم توجيهه بالطريقة الجيدة يعني مو عشان أنه احنا انفصلنا كأب وأم احنا الطفل هذا يضيع أو مثلا يقدر يسوي اللي يبغاه لأنه هو طفل صغير صح أنه 14 15 16 انت تشوف ما شاء الله شاب طويل عريض بنت طويل عريضة بس ولكن التفكير كيف المنطق عنده كيف تحكيم والأمور كيف الطفل في طبيعته في مراحل أو في سنواته الأولى يميل يعني فطرته إلى الأم يعني بحكم رعايتها له لكن هل يمكن اليوم أنه حتى يتسبب الانفصار بصدمات للوالدين بسبب ردة فعل الأبناء طبعا رفضهم الأكيد شعورهم أنهما خذلوا من أحد من الطرفين واحد منهم استغنى عنهم واحد ثاني ما يبيهم أنه أنا خلاص أمي ما تبيني أبوي ما يبيني لا لازم يتمهد له بطريقة جدا رائعة وطريقة جدا مدروسة للطفل ينشرح له يكون الأب والأم موجودين أو يتكلمون معا أنه أبوك جيد أمك جيدة ولكن إحنا الآن تقنى من مرحة الأزواج إلى مرحة الأصدقاء إحنا الآن صديقين أنا أبوكي كويس أمي كويسة وحتى ذم الأب أو ذم الأم قدام الطفل بالتالي ترى رحنا ولجينا بيظل أم وطول العمر وبيظل أبو طول العمر فموضوع الذم أو ذكر الأشياء السلبية أو يعني زي ما نقول النواء الأساسية داعت للطلاق ما لا داعة توصل للأبناء أي بس وشون تكلم على الأبناء يعني لافترض اليوم شخصيا نوو الطلاق وكان عندهم أبناء وهذول الأبناء مثلا واحد منهم كان عمره 13 على سبيل بها واحد جامعة وواحد صغير كيف يتناقشون معهم هل يقولون لهم كل التفاصيل هذا سؤال هل يعطونهم كل التفاصيل هل يعطي الأكبر ويقول ما يقول للصغير يعني كيف تم العملية لا أنا دائما أقول دائما ناخذ الأفراد العمرية مع بعض ولكن نتكلم معهم بالعموم بالمجمل نقول لهم إحنا كنا زوجين كويسين أمك كويسة أبوك كويس ولكن إحنا نتقلنا الآن من مرحلة زي ما تنتقلوا بالابتداء المتوسط للثانوي في مرحلة في الزواج أحيانا شريكين أو بابا وماما يقدروا يكملون مع بعض كأزواج في بيت واحد تحت سقف واحد ولكن أنتو عيالنا بنظل نحبكم طمأنة نحبكم نحترمكم نلبي كل رغباتكم وأنتو مهمين بالنسبة لنا وكمان ننبه على شيء أنه ولا واحد منكم سوى شيء غلط أو سوى شيء لكذا صار أنه إحنا بابا صلنا أصدقاء موززوجين بالتدريج وكمان نتمنى دائما دعم الأسرة أسرة الزوجة وأسرة الزوج أن يكونوا متقبلين للموضوع قدامهم يعني ما أحد من العائلة يسب واحد فيهم أو يتكلم عنه بطريقة سلبية أو طريقة سيلة بغض النظر سوى ولا ما سوى أنا أقول بشكل عام عشان مصلحة للأطفال لأنه زي ما قلت بالأول حيظل أبوه حيظل أمه مهما تكلمنا بالزين وشين حيظل يعني حيظل في زواجه حيظل في تخرجه حيظل في كل مناسباته الأب أو الأم موجودين أستميحك لأنتقل الفاصل قصير ونعدل سكمل حقيقة الفاصل حيوكم الله من جديد حديثنا في هذه الفقرة عن أفكار لحماية الأبناء وضمان استقرارهم بعد الانفصال وضيفتنا هي الأستاذ أنوف ولكنيبة الخاصية النفسية قبل الفاصل استاذ أنوف كنت أتكلم يمكن عن طريقة اليوم التواصل مع الأبناء أثناء وبعد الانفصال لكن أجي على نقطة مهمة يمكن ذكرتك بشوي وهي دور العائلة إحنا كمجتمع عندنا أسر ممتدة يعني أنت تعيش في ظل والدك ووالدك لكن أعمامك موجودين وأبناء أمامك وأبناء أبناء أمامك خوالك ونفس الشيء أسرة ممتدة كبيرة جدا يعني وهنا بس ألعن دور العائلة الممتدة الإيجابي والسلبي اليوم في أو خلينا نقول في الأثر على الأبناء تحديدا بأدل الفصالة طبعاً في أثر في عوائل ما شاء الله عندها نظر تجعالي وما تحكم على الأبناء أو مثلاً ما تبدأ بالكلمة العامية حقتنا العيارة أنه أنت كذا أمك كذا أبوك كذا أنت سوى فعل شال حط وهذا أكبر خطأ لأن الطفل ترى ما لذنب هو لا اختار أبو أمه ولا اختار أنه يتزوجهم ولا اختار حتى كمان انفصالهم فبالتالي إحنا بنحمله مسئولية العائلة بتحمله مسئولية فشل هذا الزواج أو عدم إتمام هذا الزواج بطريقة صح لأنه مو شاء تكون فشل كل واحد منهم قرر أنه ما يكمل خلاص عدم إتمام فالطفل ما لأي ذنب ولا أي مسئولية أنه ينصاب بوصمة عار أو أنه أنت سويته أنت فعلته وشلته وحطيته لأنه بالأخير هذه العائلة اللي حتكون معاه زي ما قلت قوله شوي في جميع أفراحه وأحزانه هل يمكن أن تؤثر اليوم التجربة على ونتكلمين عن الولد والبنت بعد الزواج هل يمكن أن تؤثر تجربتهم اللي عاشوها في انفصال والدهم ووالدتهم في أنهم في أنها تنعكس على حياتهم مستقبراً الزوجية في بعضها تنعكس إيجابي وفي بعضها تنعكس سلبي خليه يتمسك زيادة يتمسك زيادة يحاول ينجح العلاقة يتأنف الأختيار وأحياناً كمان يستهين في الموضوع إذا كان سلبي يستهين في الأمور عادي متزوجت اليوم أطلق بكرة عادي ما عندي أطفال ما يهمني أجيب أم غيرهم أجيب أم ثانية أجيب أب ثاني بالتالي لا يعني زي ما تقول هو سلاح ذو حدين هي أهم شيء دائماً أقوله لما نختم شيء نختم بطريقة التي تليق فينا إحنا وليس في طريقة التي تليق في يومهم لما أنت تبغى تنهي شيء انهي بطريقتك أنت حط بصمتك أنت عشان تنذكر والله إنسان راحب زينه إنسان كان له أثر جيد ما سوى مشاكل أو تمشكل مع العائلة لأنه هذا شيء بنرد عليك في عيالك لما يكبر الطفل هذا بيحاكمك بيقولك أنت ليش سويت كذا أنت ليش عملت كذا أنت ليش تركتني ليش بعت عني ليش ما كنت قريب فلازم تكون مستعدة لهذه الأجوة كيف راح نتعامل طيب اليوم لنفترض أنه لا سمح الله وقع الأثر النفسي وقع الانفصال لكنه وقع بطريقة يعني غير جيدة غير جيدة كيف نتعامل مع مشاعر خلينا نقول الحزن الإحباط القلق اللي موجودة عند الأطفال كيف نديرها بشكل صح أنا دايما أقول لما تكون في عائلة ممتدة طبعا الجد والجدة يدخلون كثير وأحيانا يكونون هم أحيانا أحن وهم اللي يفكرون أصلا كيف تكون الانفصال بطريقة جيدة فتكون في الاحتواء الاحتضان شعورهم بالتقبل التقبل لا شرطي أنه حتى لو يزعل معه حق يزعل معه حق يزضايق بس مو معه حق أنه هذا الضيقة وهذا الزيقة تأثر عليك وحياتك السلبية يعني سبب لك مشاكل أهمال دراستك أهمال صحتك لجوء كل الأشياء الخاطئة نوع من النوع الانتقام ونوع من النوع التفريغ السلبي للطفل أو الطفلة فيه أنت قلت لها قبل شوي يمكن بالبداية أنه الطفل نفسه ممكن يحس بالشعور بالذنب أو أني أنا المسؤول أنا المسؤول أنا سوّت شيء أنا زعجت أبوي زعجت أمي خليتها تصرخ خليتها دايما تعصب بالتالي هذا طفل بل لما إحنا نحملهم فوق طاقتهم بالتالي ننشأ نيجيل مو معتمد على نفسه عنده هشاشة نفسية عالية عنده توتر وقلق عالي وهذا أكيد ما نبيل عيالنا هل هذا الشعور اللي اليوم يعيشه الأطفال اللي لنفسه والديهم يقودهم العدم الشعور يمكن بالأمان وعدم الاستقرار هل يؤثر هذا حتى على تحصيلهم الدراسي علاقاتهم الاجتماعية مستقبلا حتى يمكن حديثهم أمام الناس إذا كان سلبي أنا أحس أنه بالفعل يؤثر ولكن إذا كان إيجابي أو كان بطريقة جيدة وتليق بالزوج أو الزوجة لا حيكون أطفال ناجحين أكثر عارفين ويشيبون أكثر ومركزين على أهدافهم لأنهم يبغوا ينجحون عشان يفرحوا الطرفين طيب سؤال أخير كيف نمنع الطفل أو نحافظ على الطفل ما نمنع نحافظ على الطفل أنه ما ينحاز اليوم أنا برجعين للفكرة العوائل كيف نمنع أنه ما ينحاز لا طرف الأب ولا طرف الأم لأنه ثنين لهم الفضل وثنين لهم نفس المكانة كيف نمنعه؟ طبعا أول شيء ما في شيء اسمه أني أستغل ولدي أو بنتي كورقة الضغط لا على الأم ولا على الأب أني مثلا ما أخلي شوف أولادهم ما أخليها تشوف أبنائها أخذهم فجأة من المدرسة بدون ما تدري شغل الترويع هذا والتخويف اللي هما دائما الأطفال فيه ضحية أو كمان الأسلوب اللي 24 ساعة الكلمات السيئة أو الكلمات اللي من تحت الطاولة أو الأسلوب اللي غير جيد لا أقبل فيه أنا كأم ولا كأب ولا حتى عائلتي أنا بهم لو سمحتوا ما في كلام زي كذا قدام ابني أو بنتي لأنهم مو مضطرين يسمعون الشيء هذا ويحقدون على كلا الطرفين لأن الطفل الآن ما يقدر يجاوبك أستاذ جمال في العمر هذا الصغير ولكن شيء لك يعلم ما يكبر أنت كنت تقول كذا عن أمي أنت كنت تقول كذا عن أبوي أمي ما سويت شيء أبوي ما فعل شيء فبالتالي هذا الشيء أنت ما تأخذ الآن الرد حقه ولكن تخليه للمستقبل أشكرك جزيلا شكرا جزيلا لك الأستاذ نوفر الجنائي بطرح صغير النفسية ختمية هذا شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة